بسم الله الرحمن الرحيم وارجعت لكم في فيديو جديد بعد ما عملنا بوكي العدية وخلاص بقوا ومبسطنا بي وفرحنا بي والحمد لله يعني ناس كتير مبسطت بي وحبته وطلعت رند جدا على فكرة يا جماعة عملت لكم بقى في الفيديو اللي فات التقديمات دي طبعا مش هفهاش يروح يشوفها بسرعة وشافش الفيديو التاني يروح يشوفوه وعملوكو بقى في الفيديو ده التعديمات دي حلوة قوي مميزة جدا للناس اللي هم كبار السن لو ان Assistance تقدم حاجه فيها شوكولاتة بس مش هتقدم فيها عادية مش هتقدم فيها باللين طيب دي برضو حلوة جدا للاطفال بس ممكن توسعها حتى في الشارع باللين او حاجة دي بقى لو انターза اقدم شوكولاتة وبالين كده يعني بصوا عملت الكو الملك لحاجة ومسلا أطفال الرضع هتقدم لهم معدية بس مش كان فعل شوكولاتة ولا بلالين فهتقدمها في الكارت ده هعملها لكم برضو في فيديو ده النهاردة ودي أنا برضو هاته لكم في الفيديو اللي فات دي تقديمة برضو مختلفة عن اللي قبلها بشوية وعملت لكم برضو دي لو هتقدم شوكولاتة بس بصوا قدتكم كل الطرق الموجودة وإذا كان عندكم وراء إذا كان عندكم إيه في كل حاجة متاحة أول حاجة هستقدمها وراء الكانسون هعمل منه أنا كنت محتاجة بس أعمل منه الشريطة أو العرض بتاع الكارت أنا عملته إزاي جبت الخمسة جنيه واستهى وزودت مثلا حتة من هنا على حتة من هنا علشان يبقى الكارت أكبر من طول الفلوس نفسه تمام فاهميني بس وقصتها شوية أنا ما استش بقى لب قلم رصاص ولا بإيه يعني مش عايزة المنطقة بقى معقد أو حاجة بس بدأت قلت مثلا طيب الكارت ده أو الحاجة اللي هنحطها فوقه أو معالينا من الورق أي ورق حتى الورق طبعه أو الورق الألوان العادي ده قلت قاد حجم الكارت كده مناسب بعيني أنا تانيته بقى زي ما أنتوا عايزين ممكن تعملوا كارت كبير ماشي زي ما أنتوا عايزين تقدروا تعملوه عملت طبعا واحدة وعشان أقصتها تقضي بعض فبدأت أن أنا أحطهم فوق بعض بحيث أن أنا أعمل كله مقس واحد بس أنا بتنيع علشان بس أعلم المقس وبقص بالكطر عادي كده أنا عملت قروض وهنحتاج بعد كده اللي هو بقى ده دي أنا كنت تبعوها مع الورق اللي هو مع الورق السور الشخصية بس لأ مش هينفع فتمام ودي ورقة بكتوب عليها عادية برضو علشان تدي شكل حلو طبعا الورقة ده زي ما أنتوا عايزين ممكن تطبعوا ورق الألوان الأفور العادي أو اتنين جنون ونص عادي جدا هيمشي معاهم كده كده أنتوا بتعملوه برت ومش بين تمام بس قصتها بقى حسب إيه أنا قصتها حسب حجم الإيه حجم الورقة نفسها أصغر بشوية عشان يدي منظر حلو وبدأت أن أنا قصتها تقضي بعض بالطبعا بأشكالهم المختلفة دي هعمل بقى فيهم فكرة كده بسيطة هو أني هعمل دوران في الأربع جوانب بتاعتها دوران كده زي نص دايرة كده في كل كورنر أو كل زاوية من الصورة دي أو الورقة دي وحيث أنه يدي منظر يعني سامحوني ممكن يكون إيه طلعت شوية عن الكاميرا بس تبصوا هنا زهرة هنا شوية يدوب بس هعمل دوران خفيف علشان ديتني شكل لطيف شوية ويهي هبتدي إن أنا بعد ما عملت تلاتة زي بعض بقى عادي مش مش فرقة هبتدي لزقها ببريت عادي أو بشامع زي ما أنتوا عايزين بس تخلقوا في بريت أفضل بالذات على الورقة الكنسون عشان بس ما يكلكعش كمان الشامع منكم بس بعد كده بعد كده هقولوك هعمل إيه أنا من جوة بقى هزق برضو كلمة عدية دي من جوة عشان يبقى شكلها ألطف زي ما أنتوا عايزين بقى يعني اللزق والحاجات دي ممكن كمان قدام مثلا تكتبوا أي حاجة تحطوا صورة بالنوتة تكتبوا عدية تكتبوا مثلا إليها حبيبي إليها زوجي إليها صديقي إليها حبيبتي اللي أنتوا عايزينه أنا مثلا لفيت الفلوس وقلت من الجنب عملت إيه أكد أنك بتعمل بس يدوب شرطة يمين وشرطة شبل على الجنبين بتوع الإيه بتوع الفلوس بعد ما علمت على الجنبين خدت بقى واحدة زي سطنبة كده وعملت على الكرتين التانية نفس الفكرة عشان تعملوا كلهم يبقوا شابها بعض أو إيه بس أنا عملت عشوائي يعني مش مش شرط إنه كله يبقى قضي بعض بس زي ما أنتوا عايزين يعني بس بسهل لو أنتوا بتعملوا كمية بدأت بقى أحط الإيه أدخل دخلوا في الكنسون اللي هو أيوة بالضبط هو ده استاتين الرفيع ده دخلتوا من ناحية دي وبعدين دخلتوا من ناحية دي دخلوه بالقطر يعني ادخلوا كده بالقطر هيخش عادي ولا ازدقت من ناحية التانية خالص وشلت الزيادة بصوا شكلها مسكت الفلوس وتمام وزي الفن هنعمل كده إن شاء الله في التلاتة في الاتنين التانين يعني قولي لي بس إرايكوا في الفكرة دي ولو عجبكم الفيديو يريد تعونوا رايك عشان تقدروا تعبي ومجهودي وكده يعني وما تنسوش تابعوني على النستة لو أنتوا حابين أو تبعتوني أي أسئلتكو عليه برضو هحاول هنا قطع مربع بس أنا عايزة بقي خد حتة كده عريضة وعشوائي برضو وهبتدي إن أنا قطع منها مربعات صغيرة مهما يعني المقاس اللي انتوا هتقسوه في العرض يعملوه في الطول بالزبط عشان يبقى مربع مظبوط يعني لما تيجوا تلفوا قرطوس يبقى مظبوط معاكم بس أنا علمت بقى عم خدت واحدة زي مقاس كده وعلمت عشان عرف أعمل الكمية بالنسبة لي تبقى سهلة شوي وهبتدي أقصوهم بالكطر عادي جدا يعني سريعا متقصوش يا جماعة صفرة زيها كل ما أنا بقول لكم كده بيبقى فيه ستندر كده أو حاجة بتتعامل فيها بتقص عليها بس بصراحة نفسي الحاجات لا نفسي يجيبها يعني بتدي بقى ألفوهم بصوا أنتوا فهمتوا أنا بقول مربع ليه عشان لما تيجي تقفلوا كده دايق في العدام تبقاش حتة عليها وحتة إيه لو مربع مش مظبوط هتلاقيها يبين في الحتة زي هاليفو القرطوس عادي جدا حطيت شامع عليه وهسبت بقى أنا حطيت نقطة زجرة كده خالص في الشوكولاتة علشان تثبت بس وبردو حطيت الشوكولاتة معايا هدي حلوة أوي مناسبة للناس اللي هو لو أنت عايزت هدي ولدتك جدتك أي حاجة هو أي نعم يعني حاجة أنت بتهديهم بحاجة بسيطة ومفروض أنه هما اللي هدوك عشان هو عيدنا إحنا بس برضو ما حقهم أنه هما ياخدوا حاجة بسيطة زي كده تأديرا حتى لو ناس كبار في السن أنت متعرفهمش قلولي في الكومنتات مين جرب الأفكار اللي بتاعت الفيديو اللي فات ولما شافش الأفكار الفيديو اللي فات ياريت يروح يشوفها سريعا كده وقلولي إيه رأيكم في الفيديو ده برضو هتجربوا إيه ومش هتعرفوا تجربوا إيه وقلولي في أفكار تانية للتوزيعات ومتوا عايزين نجربها أو حاجة معاكم وقلولي برضو هعمل بقى كده في الكمية واللي هو الورق اللي أنا كنت أبعه برضو ده وبيتجاب من عنيت صغير كده برضو ولزقته برضو عشان يدي منظر زي كلام وبالخيش ده باللي هو الخيط الخيش وعملت فيونكة صغيرة في الآخر بصوا أنا لزقت نقطة نقطة من الشمع فالفيونكة من وراء من وراء من ظهرها علشان الفيونكة ما تقعش ما تتسحبش لتحت بس ودول أشكالهم بقى بعد ما تعملوا مع اختلاف الكلمات المكتوبة عليهم بس كلها حاجات عن العيد جبت بعد كده كانسون أصفر على فكرة يا جماعة كانسون ده الفرخ منه من 10 ل 15 جنيه حسب الماكنة اللي أنتوا فيه وعملت برضو منه كده شريحة علشان أعمل دواية عايز أعمل سمايل اللي هي الحاجات اللي هي السمايل والحاجات دي فبصراحة يعني خلينا نخش في الهابي فيس بقى اللي هو الحاجات اللي بيت حاج ده فبس أنا خدت البتاع اللي في إيدي ده عملت أي دايرة عندكو حتى لو ما فيش ممكن ببرجل أي حاجة مدورة تعملوا كده بصوا الفكرة دي أنا كنت بفكر بصراحة عشان أعمل الإيمو يعني والعين وكده إن أنا لما أعمل كده بالمقصة عشان أزبط العين وكده إلا أنه أي حد مش هعف يرسمها بإيدو بحط نقطة في النص مثلا تبقى دي المناخير والعينين اللي هما بقى بتوع المقص لو أنتم عندوكم مقص صغير وتحت بقى بعمل شارطة يمين وشارطة شمال وفي النص كده اللي هو أكنك بتعمل حرف البيه بصوا شارطة يمين وشارطة شمال أهي عشان نعمل اسمايل بصوا شكلها طبعا مفي طوله كتير قوي ليه يعني وهقص بالكطر حتى كده من البؤ بتاعه صغيرة على قد أن البلونة تدخل فيها بس شكلها عامل إزاي وبجد انبسط جدا كمان من النهاية من المنظر شكله مبهج جدا وحلوة قوي للأطفال ووزعوها للأطفال حتى اللي ما تعرفوهمش يا جماعة يعني إن دي حاجة بطيطة جدا أي بيلين حتى اللي شغال في البيالين وكده ممكن يعني يعني يعملها بحيث إن إيه يعني اللي بتبقى منه بيلين ممكن يعملها هياخد سباب كتيرة جدا إن هو فرح حد بالغير كده كمان إنه ممكن يعني كياس البيلين فيه بتبقى فيه فرط أو حاجة لو أنتوا عايزين تعملوا كلمية وليلة أو تجيبوا كياس بيلين ألوان كده مثلا ممكن الكيس بخمسة واربعين وستين جنيه حسب فشوفوا فيه مية بيلونة وشوفوا هتفرحوا مية شخص بإيه صراحة كنت بحس إن أنا بعمل كل حاجة بحب يعني حست كده إن أنا بعمل كل حاجة وأنا مبسوطة ونفسي أخلصها ونفسي أشوف رد فعل الناس اللي عايزني يشوف إن أنا أعمل فيلوج لأول يوم العيد والناس وأنا بديها الحاجات دي يقولولي في الكمانديات أنا بفكر بصراحة أعمل كده بس مش عارفة هتكسف أو لا الموضوع برضو جديد علي إن أنا هصور وأنا بعمل حاجة زي كده بس أنا حابة أشوف رد فعلهم فحقيقي أنا يعني مستنيها مستنيها بجد ومش تفخرا يا جماعة ولا حاجة اللي بيعمل خيدر عشان في ناس ممكن يجي لها في بالها كده لأ 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 أنت لما تفرح حد أنت نفسك ممكن يعني حد تاني مثلا أنت نفسك بتشوف حد فر الناس فرحت حد هتلاقي نفسك بتقول الله أنا كمان نفسي أفرح حد طب الله رد فعله حلو قوي طب أنا كمان أفرحه كده يعني فأنتو خدوها بالقعدة دي تمام بس عملنا بقى دوار كتير أنا مكنش متخيلة أنا هعمل كده مكنت المتخيلة كمان أنا هرسم كل الفيز الفيز كتير دي كلها علشان أعملها فبس سيبوكوا مني كمان أنا قلتها اللي فاتي دي سي سانية فبس قعدت بقى أرسم وأعمل عشان تبقى حاجات لطيفة قولولي رأيكم وأنهي فكرة عجبتكم أكتر وأنهي فكرة هتنفذوها وبس ما تنسوش أهم حاجة لايك والسابسكريب الأمر اشفوني أنا ما يليسي ودي كونات المتوضعة واستنونا بقى فيديوهات جاية جديدة جدا على حاجات جديدة ومختلفة واستندات وديكور واردو وبلالين وشوفوا أنت عايزين إيه وأنا هعمله لكم في الكومنتات ولطالب مني أي حاجة بإذن الله كلها هتأجل لبعد العيد بإذن الله هحاول عملكو كلها وراء بعض فأي حد عايز فيديو يفكرني بيه في الكومنتات وبإذن الله هعمله لكم ما تنسوش بقى دعواتكم اللطيفة الحلوة ويا رب يكون العيد سعيد علينا وعليكم كلكم وعلى الأمة المسلمة كلها يا رب طبعا بصوا بقى شكل أنا بصوا عملت واحد مفرغ بدل ما أدهنه يعني ألونه كله العين فعملته متفرغ كده شوية وعملت ترموش شكلها حلو قوي طبعا ما قدرتش أعمل فيونكات بصراحة لكل الناس دي فأنا عملت فيونكة بس لوحدة وبصراحة عشان تبقى دي الفكرة بس عشان الكيمية كبيرة جدا إن شاء الله رأعمل فيونكات لكل العدد ده فبس المهم الحاجة يكون الفكرة وصلت وأتمنى يكون الفيديو لطيف وزريف وخفيف وأشكركم على حطنا المتابعة وبدأت أن أنا أفتح مكان للبلونة في كل دول بطريقة سهلة جدا وهنحط فيها البلونة وبس قولولي بقى يعني دي الألوان البليني اللي كانت عندي قبتدي بقى أحط فيها وبس لطيفة زريفة خفيفة زي عايز أقولكم إن في حاجات كتيرة جدا بإذن الله نزلة يعني هنزلها لكم أراهب جدا الفيديو اللي هيخلص فيه منتاج عطولها هنزله بإذن الله واللي مستني أعمال تلكو صنية دبل صنية دبل يلي هي دوب على قد الدبلتين بس اللي مستنيها بقى يقولي في الكومنتات وأشكركم وباي باي ترجمة نانسي قنقر